السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سمدين. هلنهر ان شاء الله نقدم لكم واحد حلقة ديال فوائد فازلين في التربية الاراني. اذا هذا الموضوع نتحدثو عليه اسمهما الامراض اللي ممكن يداويهم فازلين. حالة غريبة ان فازلين يشارك في التربية الاراني. التربية الاراني هو التهاب العرقوب. المشكل اللي قدر يداوي هو التهاب العرقوب. بالنسبة للذكر تباك الله كيف يمكن تشوفوا معي هذا الذكر رهه سنين بزاف يعني معروف هذا هو الوزن دياله من يكبرت هذا هو الوزن دياله. اذا الى الناس لدينا التربية الارضية ممكن انه ما يلقوش هاد المشكل دياله التهاب العرقوب. احنا كنقولوه معرقب. يعني اسموه التهاب العرقوب وهو ان الارجل الخلفية دياله كيتصابوا بواحد جروح على مستوى الارجل الخلفية. اسموه كيوقعه كيتنتف منه للشعر. يالو كيتنتف منه الشعر. وكيولي هاداك الجرح ما حدو هو كيزيد يعني في الوزن دياله وهو كي اضطر عليه بك اكتر. وخصوصا النظافة. قلة النظافة كيين الناس اللي ديالين مثلا كيجان بحال هات شكل هكا ولكن ما كيين قيوش. يعني مثلا هاد هاد القرياج راني انا ديالو مي كامل لتحت يعني اي اوساخ كتطيح من هنايا كتمشي لتحت. كيين الناس اللي ديالين الكارج ولكن هاد تقوبات ديالو كيكونوا صغار. يعني الكارويات ديالو مصغيرين. اسمو كيوقع? كيوقع ان ديك الاوساخ ديالو والفزك ديالو عزاكم الله كيبقى تمام مع مع الارنب. اسمو كيوقع ان هاداك الجرح اللي كيجي اه في الارجل الخلفية ديال الارنب ما كيتعقمش ما كيتطهرش كيبقى مشي كيبقى نقي. كيبقى ديما مصخ. والجرح اذا مشيته بقى ديما ما معقمش ما كيبراش. وبالعكس كيزيد مازال كيتخماج كي كي يظهروا عليه يعني واحد نقول واحد الماء في الجوانب ديالو كيولي ديما ما كيبراش ما عمرو ما كيتطورو كيبراش. اذا بالنسبة الاداكر اسمو كيوقع? الى كان فيه التهاب العرقوب كيولي انه اه ما كيقدرش ايطلع فوق النتوى انه باش يقوم بالعملية ديالتزاوج. يعني كيولي كيياكل عندك ما كيما انت ما كتستاغلوش. يعني انك كتبغي يدير العملية ديالتزاوج ما كيقدرش. حتما لان المصاب بواحد جروح كيينف الارجول الخلفية والارجول الخلفية هي اللي فيها يعني هي اللي ممكن انه يبقى يعمد على باش يطلع فوق النتوى ويقوم بالعملية ديالتزاوج بطارقة بالنسبة للأنتة تايمني كتكون مصابة بالتهاب العقوب ديما أنها ما كتكونش على راحتها يعني ديما درجة الحرارة ديالها طالعة يعني ما كتكونش صالحة الولادة الولادة كتكون مع الصباح بزاف كتولي كترمي الصغار ديالها قبل من الوقت كتولي ممكن أن تاكل الصغار ديالها لما لا أنها ما كتكونش على راحتها ديما كتكون عندها الحرارة درجة الحرارة مرسافعة بالنسبة للدواء الفعال ديال هاد هاد المشكيل هادا وهو بلو دميتينة واحد الرشاشة زرقة كترشوها فوق هادك الجرح ومع المدة كتحس بذلك شي كي بدي يحييط ولكن الثامن ديالها 35 درهام كينا ديال مهم الرخيصة قاع كدير 30 درهام لي ما عندوش استطاعة أنه يشري هاد بلو دميتينة ممكن أنه يستعمل دواء ديال هاد الحلقة هادا وهو فازلين فازلين عادية عادية هدي باكية كلها كدير 5 درهام كما كتشوفوا كينا ديال الحاماض كينا ديال الورد كينا ما فيه هاش قع النكهة يعني ما فيه هاش الريحة مهم هادي كتدير 5 درهام شوفوا الحجم ديالها راعة كبيرة بالنسبة للحجم ديالي دي شوفوا راعة كبيرة بزاف يعني هادي كتقود تدهنوا لهم بها هاد فازلين هادا تدهنوا لهم في الأرجل ديالهم القادية اللي مهمة مهمة في هادا في هادا الحلقة وهي النظافة ما تخليوش واحد الجرح وتقولوا غادي برب الدواء إلا ضروري أنه يعني تكون الكاج من القيم زيان أو في الأرض تائلة كان في الأرض وكان فيه التهاب العرقوب ممكن أنكم تديروا له يعني الدواء ديالو وهو هاد فازلين أو فازلين عادي هادا خمس درهم كلكم خمس درهم ممكن أنه تديروا منه غي شوية را ما شيف الزاف كدهنوا شوية في الأصبوع ديالكم وتديرواها على هادا كل الجرح وراكيو اللي مزيان غياء خاص ضروري مع هاد 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 الدواء هادا فازلين را معروف مع هاد فازلين هادي ممكن أنكم تديروا يعني التعقيم يعني هادك الجيهة ممكن أنكم تلطو عليها واحد فاصمة رقيقة ماشي لنوع ديال الفاصمة اللي غادي تلصق على الجرح وإنما شوية ديال نقطن وتلوي عليها وتخليوها كاك واحد نقول واحد أسبوع ولا رامني غادي تحييدوا هادا يعني الدماظة غا تلقو ديالشي باري الحمد لله إذا فازلين دواء بسيط وحتى الناس اللي مبغوش يديروا الدماظة ماشي مشكيل ممكن أنكم أنكم تديروا غير فازلين وتعقموا ذلك الجرح مزيان يمكن أن تقوم بحر الفوطة ولا شيء من ذلك يكون نقي ولا قطن وتعقموا ذلك الجيهة مزيان ولكن الكارج يعني هاد الكارج اللي هو كيتمشي عليه ديما يكون نقي باش ديك الجرح اللي كي يكون في الأرجل يكون ديما معقم ونقي صافي ولزتوا عليه فازلين كي يجيب الله تنسيه إذا الحلقة ديالنا هي هذه الحقيقة هي فوائد فازلين في تربية الأرانيب ولكن فوائد فازلين للقضاء على التهاب العرقوب الخاص بالأرانيب إذن الحلقة ديالنا هي هذه الناس لماذا لم تشاركوش معنا يشاركوا معنا مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكي ولا زر جام باش تساندونا ونزيدون صفر لكم فيديوية ديما حد المستوى وتكي ولا زر أرجراتك يشاركم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة